بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات ها نحن قد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من هذا الموسم الثالث من هذا البرنامج آية وهداية يعز علينا أن تكون هذه آخر حلقة ولكن عزاؤنا في أننا قد تزوقنا حلاوة القرآن وعشنا مع كل حلقة في ظلال آية نطوف حولها ونعرف معانيها ونستهدي منها الهدايات ونستنزل منها الفيوضات والبركات والفتوحات لكي تكون لنا نورا في الدنيا ونورا في قبورنا ونورا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى نختم بالحلقة الثلاثين من الجزء الثلاثين من سورة البلد الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان فيك بد الإنسان أحيانا يترقى بالراحة ويقول إمتى بقى هنرتاح هو ما فيش راحة أبدا لا توجد راحة في هذه الحياة كلما تخرج من مشكلة تدخل في مشكلة تخرج من ابتلاء تدخل في ابتلاء مشكلة عندك مشكلة مع ابنك مشكلة مع زوجتك مشكلة مع أبيك وأمك مشكلة مع صديقك مشكلة في العمل مشكلة مشكلة مع نفسك مع جسمك مع أمراضك مع آفاتك النفسية والبدنية لابد أن ندرك حقيقة الحياة حتى لا نتعب ولا نشقى هذه الحياة جعلت الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملك هذه الحياة بنيت على كدر بنيت على تعب ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جزوة نار جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار هي مجبولة على هذا لا بد أن نوطن أنفسنا وأن نفهم الحياة الحياة كلها تعب كلها هم كلها يعني صعوبات مشقات معرقلات ابتلاءات تحديات هي دي طبيعة الحياة وليس لنا ناجات من هذه الحياة إلا بالاعتصام بالقرآن الكريم القرآن الكريم الاعتصام به الرجوع إليه فتح المصحف كما فتحناه هكذا في رمضان وعشنا معه في آية واحدة من كل جزء من أجزاء القرآن هذا فقط نريد أن نفتح شهيتنا للقرآن نريد أن نجعل عزاءنا وسلوانا في هذا القرآن نريد أن نجعل راحتنا واسترواحنا وتوديع للهموم وللآلام وللأحزان من هذا القرآن كلام ربنا هو الشفاء هو الدواء هو الرحمة هو الروح هو النور هو الحياة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالإنسان مخلوق في كبد منازعة الجانب الروح ينزعه والجانب المد ينزعه جانب الخير يدعوه للخير جانب الشر يدعوه للخير ملائكة الرحمة تدعوه والشياطين والغواية تدعوه إلى جانب آخر صحبة الخير تدعوه إلى الخير وصحبة الشر تدعوه إلى الشر نفسه الأمار بالسوء ونفسه اللوامة كبد معاناة بينه وبين نفسه بينه وبين الناس بينه وبين الله سبحانه وتعالى هو مع الشياطين مع الهوى مع إبليس إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي فلقد خلقنا الإنسان في كبه لا بد من إدراك هذه الحقيقة حتى نعيش في راحة بال وحتى لا نفاجأ ولا نصدم بما نواجهه في هذه الحياة يجب أن نفهم طبيعة وجودنا في هذه الحياة وحقيقة رسالتنا في هذه الحياة وأننا مبتلون من الله سبحانه وتعالى وفي كبد وفي نصب وفي تعب المهم أن نصبر وأن نثبت وأن نرجع إلى هذا القرآن وأن نحرص على تنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه حينها سوف نسعد في الدنيا والآخرة رزقنا الله تعالى وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة ولا حرامنا من هذا القرآن ولا من فيوضاته ولا أنواره وبركاته نلقاكم إن شاء الله تعالى في موسم قادم آخر إن نسأ الله في العمر وكان فيه بقية لكي نستمتع ونتلزز بالعيش في ظلال القرآن وفي صحبة آيات هذا الكتاب العظيم الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه ونحمد الله تعالى أن أنزل لنا هذا القرآن اللهم لك الحمد منزل هذا القرآن هدى ورحمة للعالمين وشفاء لما في الصدور اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة